في حادثة ضجت بها منصة التواصل الاجتماعي في العراق حرك سلوك شاب بعد نشره صورا عالية لجسده بالكامل على صفحة في فيسبوك حرك ملف محاربة المحتوى الهابط الذي أطلقت له الجهات الرسمية حملة بدأت منذ شهور وفي حادثة أخرى يواصل فيها مقص المحتوى الهابط الحصاد إذ أعلنت محكمة سلينة في بغداد الكرخ حكم الحبس أربعة أشهر بحق المدعوى ياسمين محمد والملقبة بجوان الأصيل بتهمة المحتوى الهابط أيضا السلطات العراقية كثفت حملاتها ضد ما تقول أنه مخل بالأداب عبر تشكيل وزارة الداخلية لهيئة متابعة المحتوى المنشور تحت مسمى بلغ المنصة الإلكترونية الخاصة بالتبليغ عنية محتوى سيئ وتتضمن القائمة إساءة الذوق العام ورسائل سلبية تخدش الحياء ورغم اعتراض جهات حقوقية على أن تلك القرارات مشأنها أن تمس بالحريات العامة إلا أن طيفا واسعا أيد اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق من ساهموا بنشر محتويات لا تمت لواقع الشارع العراقي وعاداته وتقاليده بصلة سيما أن في العراق أكثر من 32 مليون مستخدم لمختلف منصات التواصل الاجتماعي ما يلزم مواجهة ورقابة لما يصدر عن تلك الصفحات وبعض التطبيقات التي أكد خبراء أن غياب الرقابة عنها يساهم في ارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني وتحريض لبعض السلوكيات الإجرامية في البلاد